نتكلم عن الدعوة إلى الشذوذ كانوا دائماً يستعملون كلمة شذوذ ويقولون فيما رأيناهم في الثماني نهايات إنه يعني الشذوذ مباح فقلنا لهم يعني إزاي كلمة شذوذ يعني معناها انحراف والانحراف يبقى مباح إزاي فراحوا من كثرة ما تشبعوا بنشر هذا ووراء هذا أموال لا قوة إلا بالله مليارات تنفق للدعوة إلى هذا الشأن عندما ضغطوا على إحدى الكنائس الكبرى لأن الكنيسة ما زالت في جملتها مية وستة كنيسة يعملوا مجلس للكنائس العالمي منهم كنيسة أو اتنين تريد أن تبح الشذوذ أمام مليارات تدفع والبقية يرفض لأنه مخالف للأحكام ومخالف للأباء الأول ومخالف للطقوة ومخالف للفطرة ومخالف لإمارة الأرض ومخالف لعبادة الله فبدأنا نبحث سويا جميعا هجوم على كل الأديان وليس على دين الإسلام فقط يعني هم مش بيعملوا كده نكاية في دين الإسلام لا ده بيعملوا كده من أجل نموذج يدعوننا إليه للبشرية قائم على إلغاء السلطة التساوي المطلق الحرية المطلقة الفردية المطلقة سلامت يا راسي راسي وبعدها الطفان فروحنا دخلين على النت عشان نجيب أبحاث تثبت أن الحكاية دي حكاية منحرفة فساعة أنا متذكر خمسين ألف بحث تثبت أنهم غصبا عنهم يعيني وأنه الانحراف ده جيناتك أمر يعني هو مولود به يعيني خمسين ألف بحث وثلاثين بحث فقط اللي بيقولوا ده انحراف وفاحشة وقلت أدبه ديان طبية وهنا بعض الناس يقول لي لا معلش لأنه هو ما هو ما يقرفش كل اللي إحنا بنحكي ده وراح دخل فجأة على إيه على النت قال لي بكده لا البحث الأول بيقول ده معذور والتاني معذور والتالت معذور والرابع معذور قال ليه خلاص ما هو معذور ده أنا قلبي معاه وبتشحتف عليه قال بتمعاه وبتشحتف عليه بس خلي بالك انت خدت مقلب وحش ما هواش كويس لدجل لا معلش بس أنا بتشحتف عليه طبعا عمل إيه طب ادعيده طيب ادعيده قول يا رب يطلعوا من اللي هو فيه